تحت ذريعة ماذا؟ وباسم ماذا؟ أولاً تحت ذريعة القتل بالتعزير عجيب يا أخي عجيب هناك الحدود وهذا الحدود لا ينبغي لأحد أن يتعداها لذلك سميت ماذا؟ حدوداً أعظم ما يوقع من الحدود القتل أعظم شيء الذي لا استدراك له هذه عقوبة لا يمكن أن تستدرك لأنه استدراكه لا يكون إلا بإحياء الميت وإحياء الميت مُحال على البشر أيها الإخوة هذا في نطاق القدرة الإلهية من مات انتهت حياته عقوبة أيها الإخوة لا استدراك لها القتل وهي أعظم العقوبات وقد رأينا كيف حصرها الكتاب والسنة في أمور بأعيانها محدودة جداً قد يقول قائل والبغاء لا القرآن لم يؤمر بقتل البغاء وإنما أمر بقتال البغاء وإمامنا أبو عبد الله الشافعي في العم رضوان الله عليه قال وليس القتال من القتل بسبيل وليس القتال من القتل بسبيل فقد يأمر الله تبارك وتعالى بقتال أحد ولكن لا يأمر بقتله أيها الإخوة ولذلك الإمام عليه عليه السلام والذي أخذنا أخذت الأمة كما قال أيضاً الشافعي كيفية أو كيف السيرة في قتال البغاء من هديه في قتال من بغى عليه معاوية وأهل الشام والبغاء عموماً أيها الإخوة كان يأمر بألا يتبع أيها الإخوة المولّم البغاء إذا هرب اتركه وكان أيها الإخوة لا يستبيح من أموالهم إلا ما قاتلوا به وعليه أما سعر أموالهم فلا تباح وكان لا يأخذ أولادهم ذراريهم ونساؤهم سبايا وأسرى لا يفعل هذا ولذلك ليس القتال من القتل بسبيل كما قال أبو عبدالله الشافعي رضوان الله عليه هذا مسألة مختلفة انتبهوا لذلك هذه المساغات كما قلت والموارد محصورة جدة الفقهاء لم يعجبهم هذا ربما لأن السلطة السياسية التي تريد أن تتوسع في الدماء وأن تعدم من أطلع لها قرنه يعارض أيها الإخوة أو ينقّد عليها بنقود معينة ينتقد يا أخي عنده نقود عنده تحفظات لا السلطة السياسية تريد أن تريح منه وأن تستريح بقطع رأسه إذا لابد أن تبتدعوا معشر الفقهاء شيئا جديدا فإذا نحن أمام بدعة خطيرة جدا خطبة اليوم عن هذه البدعة الخطيرة من تحدث عن البدعة هذه البدعة القتل بالتعزير أيها الإخوة ولمن ستنظرون في أنحاء الخطبة إن شاء الله كيف توسعوا في موارد أيها الإخوة وفي مصاديق ومناطات من يقتل تعزيرا من يقتل تعزيرا عموما للأسف المالكية هم أكثر من قالوا بهذا القول أنه يجوز القتل بالتعزير وقال به بعض الحنابلة وقال به بعض الحنابلة سأفصل في هذا أما السادة الحنفية رحمة الله على الجميع وغفر الله لنا ولهم وعفى عنهم وصفح وسامح أما السادة الحنفية فنسب إليهم أيها الإخوة القتل سياسة لم يقولوا بالقتل بالتعزير ممنوع عندهم أن يقتل لأن التعزير ما هو التعزير لمن لا يعرف طبعا فإن شاء الله كلكم تعرفون وكلكم التعزير أيها الإخوة هي العقوبة التي لم يحددها لم يحددها الشارع الحكيم موكولة لنظر القاضي يسمى الحاكم الحاكم هو القاضي انتبهوا بالغلالفقية الحاكم ليس هو يعني الجفرنر وإنما هو القاضي إذا اجتهد الحاكم أي القاضي مش حاكم الدولة معانا كل حال موكولة لنظر ماذا؟ لنظر الحاكم والأصل هذا هو المشروع والمعقول يا إخواني ألا يبلغ بالتعزير ماذا؟ الحد وإلا لماذا يسمي هذا حدا وهذا غير حد الأصل ألا يبلغ بالتعزير الحد ينبغى أن يكون دائما تحت الحد تحت عدنا الحدود لكن أن نبلغ به القتل ارتفع الضبط وكثر الخبط ارتفع الضبط وكثر الخبط بهذه الطريقة أيها الإخوة بهذه الطريقة على كل حال هذا هو التعزير الحنفية لا يقولون بالقتل ولا الشافعية المالكينية وبعض الحنابلة المالكية وبعض الحنابلة حتى لا أنسى بين مزدوجين من لطيف ما وقع أيها الإخوة بعد أن سنى السنة السيئة الظهر برقوق السلطان المملوكي المعروف لأسف الشديد سنى سنة سوءة وهي ترتيب الأيمة والقضاء الحكام على المذاهب الأربعة قاضي المالكي وآخر حنفي وثالث شافع ورابع حنبلي وفرق الأمة إذا قيل إنه رؤية في المنام فقيل ما فعل الله بك؟ قال عذبني عذابا شديدا وقال لي بما فعلت من هذا الترتيب والتوظيف فرقت أمة محمد فرقت أمة محمد بهذه الطائفية بهذه المذهبية أربعة قضاء لماذا؟ من اللطيف أن هؤلاء القضاء على ما كان بينهم من تغاير أيها الإخوة ومن تحاسد ومن منافسة شريفة وغير شريفة كانوا يسندون في مسائل التعزير والنكال والعقاب بالتعزير الأمر رأي القاضي المالكي الحنف يقول لا أنا متخلي ابعثوا به المالكي وكذا الشافع والحنف يقول لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المالكية هم الأكثر إغالا في النكال والتأديب الذي قد يصل إلى حد القتل في باب التعزير عجيب جدا يعني هذا حرص أيضا من القضاء هم فقهائنا وعلماء على ماذا؟ على التنكيل مذاهبهم لا تتسع لهذا فليتسع له ماذا؟ قضاء المالكي لأن مذهبه واسع في المسألة يبيح شيء غريب هذه المزاجية هؤلاء هم أتباع محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين بل ما أرسله إلا رحمة للعالمين ليس مجلد أرسله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما الحرص على الرحمة هذا؟ هذا حرص على الرحمة هذا هدي محمد القائل إذا رأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم؟ فإن الإمام لأن يخطئ في العقوبة خير من أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة؟ هذا دين محمد هذا هدي محمد؟ هذا دين الرحمة؟ يقولون كروا أمره إلى المالكي حتى يبلغ به أشد ما يمكن أن يبلغ به حرص عجيب على الانتقام والتشفي من الناس أيها الإخوة من هؤلاء المحكوم في قضاياهم شيء عجب شيء عجب الأستاذ الحنفية نُسب إليهم أيها الإخوة هذا مذهبهم في الحقيقة ليس منحولاً عليهم كذبة مذهبهم القتل بالسياسة القتل سياسة لكن هذا توسع ظاهري في الحقيقة الحنفية هم مع الجمهور وغير متوسعين لماذا؟ لأنهم مثلوا لماذا ذهب الحنفية بالقتل سياسة بأنهم يرون القتل بالمثقل يرون القتل بالمثقل قالوا يقتل به سياسة يعني باللغة الأخرى تعزيراً ليس حداً هم لا يرون أن من قتل بالمثقل يقتل قصاصاً السادة الحنفية جميل جداً ما هو المثقل باختصار المثقل هو الذي يهلك ويقتل الضحية أيها الإخوة أو المجني عليه بثقة له كصخرة كبيرة مثلاً كعصى غليظة كالدهس بالسيارة كل هذا مثقل كأن تردم إنسان تحت ردم هذا قتل بالمثقل لكن لا ينفذ أما القتل بالمحدد فهو الذي ينفذ كخنجر وسكين وموسى وسيف إلى قرية هذا محدد وذلك مقتل باختصار على كل حال فالسادة الحنفية لا يرون أن قتل من قتل بالمثقل من باب القصاص يرونهم باب ماذا؟ السياسة يقتل سياسة يقتل سياسة لكن الجماهير الجمهور الثلاثة أيها الإخوة يرون أن أن القتل بالمثقل عقوبة تستوجب القصاص فقتل من قتل بالمثقل إنما هو باب من باب الخصاص لا من باب التعذير ولا من باب ما يسميه السادة الحنفية السياسة فالخلاف إذن لفظي الخلاف لفظي ثم إن السادة الحنفية أيضا باب قتلهم بالسياسة أو قتلهم سياسة يقتلون الله طول عياذ بالله السادوميين نحن أستحب أن نسميهم كما قلنا هذا مرات من سنين أستدوميين لا ينبغي أن تُنسب هذه الفاحشة المُنتنة إلى نبي عظيم ما يجوز يا أخي والنبي لم يقول هذا والله لم يقول هذا هذا فعل قوم لوط ومن فعل فعل قوم لوط ما تقول لي من فعل فعل لوط يُنسب إلى لوط هذه من أقبح ما وقع فيه علماء هنا للأسف الشديد لكن نحن نتابعهم حتى فقط نفهم وإلا نقول مستدركين أستدومية قتل أستدوميين أيها الإخوة الفاعل والمفعول به السالب والموجب كما يقولون أنا في علم النفس وفي علم الجنس السالب والموجب يُقتلان قالوا سياسة الحنفية قالوا ليس لدينا دليل نعتد به على قتل استدوميين أيها الإخوة حدا إذن يُقتلاني سياسة الجمهور قالوا لا بل يُقتلاني حدا لدينا أحاديث مرفوعة وموقوفة فالخلاف لفظي فالخلاف لفظي فانحصر الأمر إذن في السادة المالكية في جماهير المالكية وطوائف من الحنابلة الذين أجازوا القتل تعزيرا بلغوا بالتعزير حد القتل شيء مخيف جدا أيها الإخوة لكن ليس هذا الذي يعيننا هذا موضوع فقه طويل في الفقه المقارن الذي يعنينا أيها الإخوة أنهم باسم جواز القتل تعزيرا أجازوا قتل المبتدعة هذا هو الخطيئة في الأمر أريد أن أنفذ من الآن من هذه الناحية والحيثية إلى موضوعين